استاذ سيمون، يعني كل الجو يحمل فريق رئيس الجمهورية مسئولية عدم تعديل المرسوم طبعاً اللي هو موجود بأدراج قصر بعبدو اللي هو بحللنا المشكلة إذا عدلناه وبعتناه للأمم المتحدة وموضوع التنازل عن الخط 29 لوراء التفاوض أساسية بيدنا ليش صار هيك؟ أولاً خليني بلش بالسوابة الدستورية هذا الملف هو بإيد رئيس الجمهورية لأنه إليه علاء باتفاق الدولية هو الوحيد يلي أقسم على الدستور عم تحكي مع نائب شارك بجلسات خارج الحدود كنا بسويسرا مع زمل النواب لأليه كان في ممثلين لكل القوى السياسية وقتها وكان في أصحاب اختصاص وقتها بلغونا لأنه بتعرف أنه كان لبنان يتأرجح بين خط هوف و 23 وقالوا لنا طبقاً لدراسات علمية ومقارنة مع إشكالات قائمة بين الحدود البحرية بين بلدان أخرى واعتمدوا ذات الأسلوب قالوا أنه لأ لبنان حق يروح للخط 29 ونربح فوال ألف كيلومتر مربع كحدود كمياه لبنانية يالي صار إنه لما كان فيه توجه بهذا الإطار دخل على الخط الأمريكان وقالوا نحنا بنلعب دور الوسيط لأنه كمان ما فينا نحنا نلتزم بموقف وبعدها نرجع نفاوض ونرجع ونتراجع عن هيك مواقع عن هيك خطوط محددة بس لأ الواحد بيعمل بالتفاوض بيبلش من مكان كتير متقدم حتى بعدها يضمن حقه بتقلق شو الموضوع أنا بتسأل سؤال لو فخيمة الرئيس قال هيدا الخط 29 هو حدود لبنان البحرية وجينا بالتفاوض ورجعنا بس ما هو قال بس تقلق بالأول قال ورجع بعدين قال لا نفاوض على 23 ورجع بعد شوي بالتفاوض ياللي قائم والرعية الأممية وبالتحديد الأمريكية وصار فيه تفاوض إنه بالتراجع عن هيد الخط كان التهم بالخيان العظمى وبيترك مياه ليش بالعكس هلأ هلأ فيه هلأ فيه ناس هتتهمه وهلأ فيه ناس عم تطرح علامات استفهامه وعم تربطها بقصص إلى علاقة بالتفاوض مع الأمريكيين حول إزالة عقوبات من هون لا 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 حول ضمانات مستقبل من هون حول تسويات من هون استاذ جورج استاذ جورج خلينا نكون أول شيء عم تحكي مع إنسان ملتزم وعنده ثقة مطلقة برئيس الجمهورية بالتحديد وبتمنى إنه هذا الموضوع ما يكون خاضع للمخيلات الإعلامية بس فيه وقائع لأ عم تحكيني إلو علاقة عم نطلب منك بالوقع يعجبك بس حضرتك قلق ديراك أخدت لي على موضوع العقوبات الأمريكية لأنه هيدا ما يقال هيدا موضوع مطروح بالبلد عم نسألك عنه عم بللك مش مظبوط عم بللك مش مظبوط رئيس الجمهورية عنده قراءات من وتقارير بتقول إنه مظبوط تسعة وعشرين والخط لحدود فيه عالم بقوله يجب التريس لأنه كمان فيه دراسات تتناقض وتضحض هيدا التقارير معلم إنه أنا أنا شخصيا مين يعني مين إني هالنا فيه 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 أصحاب اختصاص وخبرة ما هذا موضوع القانون البحري في مثلا بتاخد الصخر التلخط إيه أو لا إلى ما هوني لك بتغير العدد بس نحن لحظة إذا عنا دراسات وعنا آراء تقول إنه حقنا بالخط تسعة وعشرين بس خليني وصفك ليش بدنا نفر إجو إجو بس تألك بالوساطة القال قامت بين إبل الراعي من الأمريكان والإستاذ أكشتاين بالتحديد كان عساس إنه عم يلعب دور الوسيط لنوصل إلى اتفاق بين لبنان وبين إسرائيل حول هذا الموضوع فجأة جد يلي جد هلأ بموضوع الباخرة وبدأ التنقيب واستخراج بحق لما يسمى بكريش هلأ فإذن صار في مواطع جديد كان عنا اتكال إنه الوسيط الأمريكي يكون عاملها بدور نازيه ودور ما بدي أقول حياة دي لأنه كلنا منعرف أمريكا والتصاقة بالمصلحة ما هي هي يعني كيف بدأت كي يكون حياة بس بنهاية الأمر ما بحيات الأمم المتحدة بهيك نزاعات قدرت فصلت خاصة بأمور العلاقة بإسرائيل مش ناكن عنا تعويل على إنه الوساطة الأمريكية تلعب دورة يكون فيه دفع أوروبي كمان بهذا الموضوع يلي صار إنه فجأة طلع علينا من 48 ساعة لهذا الموضوع واستجد أنا اللي بعرفه إنه رئيس الجمهورية بعد هذه المواطيات اللي توفرت وبعد ما كان عم بيراهن على المصاري التفاوض وياخد منحة إيجابي حتماً سياخد القرارات اللازم يخدها والحاسمة والجازمة على هذا الموضوع رح يفاظ على السربي اللبناني بس إذا أخذ هذه القرارات ألا يكون فات الأوان لا يعني هذه القرارات مصاري الباخرة صارت موجودة بيقدر يقول فخامة الرئيس وحيبلش بالتنقيب بيقدر يقول فخامة الرئيس بينما بعده فخامة الرئيس بعده عم يطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبني على الشيء مقتضاه لا مش حول بس ما هولي الأمور مزودون الجيش أردي عم يحكي عن التحركات القائمة حالياً على الصعيد الميداني هذا اللي كان عم يطلبه التقارير من قيادة الجيش أنا اللي بدي أقول لك في حال فخامة الرئيس وصل لقناعة إنه نحنا كان عنا ريهان على هذه الوساطة الأمريكية ما وصلتنا لنتيجة حتماً سيكون عنده قرار حازم بهذا الموضوع شو ممكن يكون القرار حازم؟ يمكن في مرسوم لازم يتعدد يمكن تعديل المرسوم بستة لائة فرمائة وثلاثين يكون أحدى الطرف ما كان لازم نعدله من قبل يعني ويمكن هلأ حان الوقت لأنه كان في بدي لك شغلة ما الأمريكان لما إجوا قالوا لنا إذا أنتوا بدكن تروحوا إلى الخط 29 فيكن تعتبروا أن إحنا دورنا انتهوا زبطوا شوفوا أموركن أنتوا والإسرائيلية هيك قال الأمريكاني لمين؟ لمين قال هيك؟ لقيادات اللبنانية للسلطات اللبنانية معروف أنه في حال أنتوا رحتوا إلى هذا المدى ما بيسمى إلى أبعد مدى بالخط 29 ساعتها نحنا سنستقل من ماهنا لكن لسوء عم بيعملوا وساطة إذا عم بيشدوا علينا شروط يعني إذا عم بيعمل وساطة ما لازم يفرض شروط لازم يستمع على الطرفين معا ميستمع على الطرفين ومجرد بيقرب آآ وملاق العماتة فات على الخط الأمريكاني يعني فإذا ويساطته مش نازيها من الأساس إذا جاي عم بيفرض علينا شروط مشان هيك لأنا اللي عم بيلك ياك كان فيه هناك رهان على هذه الوساطة واضح أنه هذا الريهان أو الوساطة الأمريكية عم تربح وقت تتوصل اللي وصلنا له اليوم وهون صار فيه قرار لبناني حازم بدنا نتخذه لم يفوت الأوان لأنه بعد فينا نعمل هيد المراسل يلي حكي عنا الإستاذ